السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد أربعة حزيران يونيو طبعا القمر موجود في برج القوس والطاقة اليوم رح تكون جيدة شوي ولكن النفسية رح تكون متقلبة يعني في شوية صراع هيك ممكن شوي يعمل لكم بعض المشاكل طبعا القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة وثمان دقائق من صباح اليوم الأحد بعدها بده ينتقل القمر لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة وبما أن القمر موجود في برج القوس بس معنات ومنشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواء ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحل ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التربيع السلبي بين الزهرة وبين المشتري وهذه تأثيراتها بدأت يوم أمس ثلاثة ستة ومستمرة لا يوم عشرين ستة طبعا ذروتها يوم 11 ستة الساعة ثلاثة وتسعة وتلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج هذه الزاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك برضو بتخلق لدينا رغبات غريبة بتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا الشيء بيسببنا يعني اضطرابات صحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية اللي بين الزهرة وبين بلوتو وهاي تأثراتها من يوم 31 خمسة ليوم عشر ستة طبعا ذروتها يوم خمس ستة ساعة أربعة وأربعة دقائق عصرا بتوقيت جرينيج يعني بدأت حم هاي الزاوية بشكل أكبر هاي الزاوية بتدفعنا للعنف تجعلنا مزاجيين عدوانيين وعصبيي المزاج ممكن تنتهي العلاقات العاطفية الضعيفة بشكل مفاجئ وبرضه بشكل عنيف بتسببنا خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية تدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي تأثيراتها من يوم ثمانية وعشرين خمسة ليوم ثمانية ستة طبعا ذروتها كانت يوم اثنين ستة بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا وبتجلبنا نوع من أنواع السعادة العاطفية والفنية وبتسمح لنا بتحقيق مشاريعنا المهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المشتري وبين زحل وتأثيراتها من يوم خمسة وعشرين خمسة لأيوم خمسة عشر سبعة هاي الزاوية طويلة التأثير وأثارها برضو شوي صعبة طبعا ذروت هاي الزاوية يوم تسعة عشر ستة ساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر هاي شوي لها علاقة يعني بتدعيم وضعنا المادي ولكن شوي ممكن ننخدع من هاي الزاوية من النصابين والمحتالين فبتكونوا حذرين بالمغامرات المالية والمشاريع أيضا على المستوى المهني والاجتماعي برضو بتدعمنا بشكل جيد ممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن وسعادة مادية وهاي فترة جيدة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي تأثيراتها من يوم ثمانية خمسة إلى يوم اتناعش ستة طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا القيادية أو قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بأنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لفعالية أو للفعالية أو فعالين من كون أكثر ومؤثرين وقياديين أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وتأثيراتها هاي مستمرة من يوم تسعة عاش خمسة إلى يوم خمس ستة يعني تقريبا بدأنا بأواخرها بتخلق مصاعب عرقيل بتحتاج منا بذل جهد وتصميم وإرادة لتجاوزها وبتجعلنا أنانيين قاسيين عندين بتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا وإنعكاس وإنقلاب الوضع حولينا وبرضو علينا مراقبة صحتنا لأنها مهددة بالإرهاق والتعب النفسي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي تأثيراتها من يوم ثمانية وعشرين أربعة إلى يوم ثلاثة عشر ستة طبعا هاي الزاوية بتدفع بعض الأشخاص أنهم يحققوا تقدم على حساب الآخرين يعني استغلال عمل الغير أو إنه إفشاء أسرارهم أو التلاعب فيهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي الزاوية طبعا تأثيراتها مستمرة ليوم اثنين وعشرين ستة من اثنين وعشرين أربعة إلى اثنين وعشرين ستة هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي فعشان هيك علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير هاي الزاوية إلها يعني علامة استفهام كبيرة على المستوى المادي فعليكم أنكم مراقبة وضعكم المادي بشكل جيد بأمور المغامرات أو بأمور التجارة حتى بالنسبة للزوايا اللي مع القمر طبعا اليوم في زوايا من يوم أمس الآن بدنا نذكرها لما زالت تأثيراتها موجودة الزاوية الأولى هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي ذروتها يعني نقدر نحكي أنها كانت في صباح يوم السبت ولكن تأثيراتها مستمرة حتى صباح يوم الأحد يعني من الآن وحتى صباح يوم الأحد تأثيراتها موجودة هي تزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهي مرض تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم الأحد من واجه مصاعب عرقيلة بتطلب منا إننا نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود فيفتق البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميلين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وبرضو هاي تأثيراتها من الآن ولغاية صباح يوم الأحد برضو هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الشمس يعني اكتمال القمر بدر وهاي طبعا ذروتها رح تكون الساعة ثلاثة وواحد واربعين دقيقة من صباح اليوم الأحد تأثيراتها من الآن ولغاية مساء يوم الأحد يعني طيلة اليوم بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهي تأثيراتها بدأت من يوم واحد وثلاثين خمسة ومستمرة تأثيراتها ليوم سبعة ستة طبعا اليوم ذروتها الساعة سبعة وثمانية وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش عشان هيك اليوم تحديدا بدكوا تديروا بالكوا لأنه بتصيبنا حالة من التشتت الفكري أكثر من الأيام الماضية وبصير ما في عنا قدرة على التركيز وتقلب بالمزاج وبرضو بيصعب علينا إيجاد أي حلول للمسائل اللي منكون نشتغل فيها كما أنه بتجعلنا عصبيين المزاج ومنرتكب الأخطاء وبنتهور هذا وقت غير صالح للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هذه الفترة بخلق هذا الاتصال لدينا أفكار ثورية ومخالفة للرأي العام تجعلنا عصبيين منرتكب الأخطاء ومتهورين وهذا الوقت زي ما ذكرت وقت غير صالح للشراكات برضو بما أنه عطارده أورانوس معناته ازدحامات الطرق مشاكل إلها علاقة بالإلكترونيات والسيارات حوادث تسير أكثر احتجاجات مظاهرات ومور إلها علاقة بالإعلام أو الإعلاميين بتظهر على الساحة بشكل كبير جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار بوصل لأوجه اليوم برضو وقوع تفجيرات أو زلازل الأمور اللي إلها علاقة برضو قمع الحريات خصوصا حرية التعبير اللي بتعرض لها طبعا النشطاء الصحافة أو رجال الصحافة أو الكتاب أو الإعلاميين أو حتى يعني أشياء إلها علاقة بالأمور السياسية ما بدنا ندخل أكثر من هيك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ذروتها صباح يوم الأثنين هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون ولكن هاي الزاوية تأثراتها بتبدأ من ساعات المغرب يعني من مغرب يوم الأحد وبتستمر حتى عصر يوم الأثنين فعشان هيك برضو من ساعات المغرب بتكوا تنتبهوا لأنها بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع بتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين يعني أي شخص اليوم بساعات العصر وما بعد بيجي بيشكي لك أو بقول لك فلان عمل أو فلان أساء أو فلان عملت أو هذا اعرف إنه ما تتعاطف معه مباشرة حتى تتحقق من المعلومة لأنه سهل اليوم إننا ننفعل ونندفع بس من هيك مجرد كلام الأشخاص على الأشخاص بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعاً عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذول الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية وإذا شعرنا بشيء غير اعتيادي إننا نراجع طبيبنا بالنسبة للعمليات الجراحية إذا ما كانت اضطرارية تؤجل ولكن إذا كانت اضطرارية يعني خصوصاً الأشخاص المضطرين يعملوها إذا كانوا بيأخذوا مميعاً دم يبلغوا الطبيب لأنه بيكون في خطر عليهم بالنسبة لأمور التجميل طبعاً هذا اليوم مناسب لأمور التجميل مثل الحقن أو معالجة البشرة ولكن مش للجراحة هذا اليوم يعني بدأت مراحل الآن إنه يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح أيضاً لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج القاوس قلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين خمس ستة بيبدأ ساعة ثلاثة وثلاث وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرانيتش وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرانيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره ستة عشر يوم في تمام الساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة بعد العصر مندخل في يوم السبعتاش نسبة الإضاءة الساعة 12 بالليل بتصير 99% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21-6 منتحس بنسبة 25% الآن في ساعة المساء بصير سعيد بنسبة 5% القمر في القاوس حتى يوم 5-6 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الثورة حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 25% الزهرة في السرطان حتى يوم 5-6 منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 سعيد بنسبة 10% المشتري في الثورة حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% طبعاً لا تنسوا اللايك والديسلايك والكومنت والشير والأمور هاي كلها يعني الكبسات اللي تحت كبسوا عليها عشان ما طولش عليكو يعني تذكير بسك وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعاً اليوم عندكو نشاط عالي راح تنشطوه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم اليوم عندكو قدرة عالية جداً على التواصل وإيصال المعلومة بتستعيد حماستك وبتنطلق بتنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى أخبار سارة ولكن أثناء قيادتك للسيارة بدك تكون منتبه وحذر كثير من موليد برج الحمل اليوم بيركزوا على موضوع إلاها علاقة بتواصل بأشخاص من خارج البلاد الأمور الفلسفية الدينية النقاشات السياسية الأشياء من هذا القبيل فترة نشطة جداً وبتشكل محطة ممتازة جداً بالنسبة لإلك ولكن بدك تدير بالك من العصبية وتقلب المزاج وحديت الطباع لأنه اليوم رح تسيطر عليك بشكل كبير إذا قدرت أنك تحكم الثلاثة هدول اليوم يوم مميز برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة يعني أي مال مشترك اليوم التركيز رح يكون عليه مال الزوج مال الزوجة مال شركة مال بنك ضريبة تأمين قروض أوراق مستندات العلاقة بهاي الأمور مطالبات مالية واليوم برضو متاح لمكسب مالي مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا انكوا تحسنوا من أداءكم فوضوا من مرونة استفسروا عن كل المعطيات حاولوا وجاد حل وسط وحاذروا من المواقف المتصلبة وما تكونوا قاسيين مع أحبائكم وما تهملوا واجباتكم في بعض الاهتمامات اللي لها علاقة بصحة أحد أفراد العائلة أو بعض المسائل البيتية أو العائلية ولكن الأهم أنه اليوم ما تقرض حد فلوس وما تدخل بنوع من أنواع التقلبات بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر رح يكون موجود مقابلكم فبدكوا تتحملوا لغاية صباح يوم الاثنين لأنه هذا ضغط بصحب من طاقتكم شوي ولكن اليوم صحيح أنه في تقلب المزاج عندكم ما بإمكانكم تستغلوه لتعزيز شركاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج اتجنبوا الغضب والإنفعال وما تخلي أي شخص أنه يستفزك اليوم وحاول أنك تحمي سمعتك وما تشوهها بتصرفاتك وإنفعالاتك اليوم جيد للامتحانات ولكن يبل ما تخوضوا الامتحان بدك تكون جاهز للجائزة على أساس أنه ما تعصب وما تنفعل عشان يكون فيه إيجابيات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم طبعا القمر الآن بدأ بمرحل المقابلة فعشان هيك بتكونوا حذرين من هاي النقطة الآن القمر في البيت السادس له علاقة بالعمل له علاقة بالصحة فعشان هيك يحاولوا تنجزوا الأعمال الضرورية لأنه ممكن اليوم تكونوا مرهقين من كثرة الأعمال المطلوبة منكم فما تشتتوا حالكم بأكثر من عمل بنفس الوقت اعمل على إنجاز الأعمال الضرورية وبرضو انتبه لغذاء كراحتك وكون واضح في أولوياتك وما تخلي أي شخص أو تدع أحد أنه يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد وبرضو ابعد عن المشاكل مع زملائك بالعمل الصحة أهم إشي تحافظ عليها بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا القمر رح يكون في البيت الخامس رح يعطيك حضود رغم أن الزهرة عندك وبتشكل زوايا أو بدأت تتحرك باتجاه قريب منك والمريخ أيضا موجود بعطيك شوية انفعال وعصبية وردات فعل بعد مرات الطرف الآخر ما بيستقبلها بشكل جيد رغم هيك أنه اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم إلا أنه مزاجك بيتقلب وما بيتخلى الحظ عنكم ولكن ما تعتمدوا على الحضوض المالية بترتفع المعنويات بتكون شوي في عندك شوية مرونة بالتعامل ولكن حاول زي ما حكينا تسيطر على تقلبات المزاج بتنتعش عواطفك اليوم وبتشتد الروابط عندك متاني وثقة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم الاهتمام كله له علاقة بالعقار بالبيت بالعائلة بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر شوي عليكم الالتزامات ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية بالأجهزة أو الإلكترونيات بدكوا تنتبهوا أثناء عملكم بالبيت انتبهوا من الإصابات هاي فترة شوي فيها بعض التوتر على السعيد الشخصي أو العائل كحدث باستفزك فممكن تدخل بنقاش أو تكون حاد الطباع فبدك تنتبه لأنه كوكبك عطارد وهو سبب كل هالمشاكل اللي بتصير فحاول تضبط أعصابك وحاذر من الخلافات والمشاعر المتقلب السلبية لأنها ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك وابتعد عن الانتقاد قدر الإمكان برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم نشاط عالي جدا عندكم بسفر قصير باتصالات حوارات نقاشات امتحانات كلها أجواء رح تكون جيدة حتى الامتحانات المدرسية الطلاب المدارس اليوم ببدعوا بامتحاناتهم وقدرة التركيز بتكون عندهم عالية رغم أنه عطارد ممكن يسوي تشتت فعشانيك ما تتصرعوا بالإجابة بتعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران وبناسبكم تكثيف التحركات اليوم وبتقدر تعبر عن آراءك بحرية وجراءة ولكن حاول قدر الإمكان الجواب يكون على قد السؤال بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وهي فترة إيجابية لازم تستغلها وجيدة أيضا على المستوى العاطفي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحملكم فرصة لمكسب مالي مع هيق بتكون يعني تحاولوا لأن المكاسب هاي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم حاولوا قدر الإمكان أن تستغلوا هاي الفترة بهذا المجال وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن أنه شوي هيكي يصير بعض التقلبات أو الالتزامات أو أشخاص يكونوا عاديينك بشيء وما يوفوا فيه حاول تكرر المحاولة مرة أخرى بتمشي معك الأمور ممكن تظهر بعض المصاريف المنزلية الطارية اللي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك ولكن برضو بالفترة هاي ده تدير بالك على أموالك من السرقة ومن الضياع ومن المحتالين أيضا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وعلاقاتكم مع الأحبة اليوم فترة ممتازة جدا من ناحية الطاقة والنفسية والحيوية يعني فترة ناشطة فيها كثير من الحماس اليوم وممكن تتلقى جواب كنت بتنتظره من فترة اليوم يجيك الجواب عليه أو تنطلق بمشروع جديد الأهم أنك تستثمر هذا الوقت بشكل جيد وحاول أنك تسيطر على تقلبات مزاجك وما تخليها تسيطر عليك وتحبطك عشان تقدر تستفيد من كل الإيجابيات برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بتكو تنتبهوا لا صحتكم هاي أهم نقطة أنه القمر موجود في بيت المتاعب بدك تصبر لغاية صباح يوم الاثنين صحتكم شوي عليها علامة استفهام من ناحية عصبية المعدة العضلات أسفل الظهر فيها تقلب وتوتر حاد جدا موجود عندك حاول أنك ما تبالغ في إنجاز الأعمال عندك اعمل الأشياء الضرورية والمهمة بشكل روتيني وحاول أنك تستريح وما تعرض نفسك للمسئولية خفف من وطيرة عملك وقراراتك خلال هذا اليوم لا تحسم أمر وما تنجرف وراء أفكارك السودة وهواجسك لأنه برضو الفترة هاي الأفكار السودة ما شاء الله بتكثر فعشان هيك ما تعتمد عليها وفي نفس اللحظة مش أي شخص بوعدك بشيء تثق فيه اليوم بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم على مستوى الصداقات ممتاز جدا ولكن التنبيه إنك أنت اليوم حاول تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة لإلك قبل وصول القمر للجدي صباح يوم الاثنين بيت متاعبك فعشان هيك هذا اليوم يوم مميز تقدر تعزز علاقاتك مع أصدقائك منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق أو من معرفة أو علاقة اجتماعية أو واسطة ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهمش إنك ما تبقى وحيد بل سارة للمشاركة أنت بحاجة للنصيحة اليوم واسمعها ما تطنشها فيه نوع من أنواع ممكن اليوم يكون عندك لقاء أو موعد ولازم تنجح فيه عشان هيك بدك تصمم عن نجاح بثبات مزاجك وما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وتعزيز العلاقة مع المسؤولين اليوم جيد للأمور اللي إلها علاقة بالشهرة أو بالمنصب أو علاقاتك مع مسؤولين أو أشخاص ممكن تحتاجهم يدعموك بأمر ما يعني نقدر نقول أنه الفترة هاي تعتبر أسوأ أو أنجح أيام الشهر إذا أنت تحكمت بإنفعالاتك صحيحنا ثقيلة على الأعصاب ولكن برضو ما تتذمر عن مسمع من أحد وأصبر وما تخالف القوانين حطيتوا لايك وديسلايك والكبسات هاي اللي تحت يعمي كبسوا على الكبسات اللي تحت بس الكبستين اللي إلها علاقة بالدعم واللي إلها علاقة بالتشكرات هاي والانتساب هذولا إنسوها ما تكبسوش عليها كبسوا على الثانية الجم هنا دولا لايك والديسلايك والاشتراك والأشياء هاي أما الباقي هذا يعني ما بدي أرهقكو عشان ما تتعبوش يعني هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة